بعد المزاهرات دي لما كترت وفضلت تكتر 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 اقتنع الجنرالات فقر الجوي انه خلاص ماينفعش ماينفعش نكمل بالبلد كده فدخلوا في حوار مع المعارضة المدنية بس حوار حقيقي مش الحوار بتاع السيسي ودير اشوان لا حوار بجد دخلوا في حوار كانت نتيجته اقامة انتخابات ديمقراطية للمدنيين اللي كان واحد منهم هو ضحية من ضحايا الحكم العسكري ومسجون سابق فلما مسك البلد هذا الشخص اصبح اشهر رئيس في العالم وكمان ملقب بافقر رئيس في العالم خسي بوخيكا افقر رئيس في العالم هو ده ده كان واحد من ضحايا الجنرالات العسكريين اتحبس على قديهم لكن لما الجنرالات ادركوا انهم اودوا البلد في داهيا اه عمل احوار مع المعارضة وعملوا انتخابات مدنية الراجل ده اصبح رئيس ودي عربيته دي عربيته على فكرة هو رئيس مش عربيته هو في السجن طبعا دي عربيته بعد ما اصبح رئيس العربية دي يقال انها بنص مليار دولار وراح تتضبطت في ايرلندا ده زي بقولك كده عربية فولكسفاجن من ايام الحرب عامات تانية وممكن تلاقيها برازيلي كمان انا ممكن اعرفها لو الازاز عمش كده بقى برازيلي هاتها كده ممكن تلاقيها برازيلي والله هي برازيلي مش الماني كمان طيب يعني في الاخر العربية الكحيرة دي ما نسويش عندنا 3000 جنيه واحد هيقول لي طب الشعب استفاد ايه هقولك الحقيقة ان نتيجة ابعاد العسكر عن الحكم وارجعهم لدورهم في حماية البلاد كانت مزهلة مستعد خد النتائج الناتج المحلي فارجوي زاد من 8 مليار دولار ل60 مليار دولار والضاعف نصيب الفرد من الناتج المحلي 9 مرات الفقر انخفض بنسبة 5 اكتر من 25% واصبح بقى اقل من 4% دلوقتي ده غير ان التعليم والصحة هناك اصبح بقى الجانب الكامل واصبحت اروجوي تاني دولة في امريكا الجنوبية من حيث مستوى المعيشة خد البوست ده من صفحة الموقف المصري شوف تحول ديمقراطي في كاس العالم تجربة اروجوي ازاي اروجوي استفادت بالتحول الديمقراطي من التسعينات وبعد ترسيخ الديمقراطية في الاروجوي البلد تشاهدت تفرق صديق بيرا الناتج المحلي زاد من 8 مليار سنة 90 ل60 مليار دولار حاليا نصيب الفرد من نتج المحلي الضعف 9 مرات في 33 سنة من 2000 دولار في بداية التسعينات ل18000 دولار حاليا الاروجوي هي تاني افضل مستوى معيشة في امريكا اللاتينية بعد تشالي واحدة من اكتر بلدان العالم اللي فيها انتشار للطبقة الوسطى بسبب نظام الرفاهية الاجتماعية الجيد واللي فيه تعليم وصحة مجانيين بالكامل الفقر في الاروجوي انقفض من حوالي 25 مئة في السنات لاقل من اربعة في الماء دلوقتي وما زالت البلد عندها مشكلات في سوق توزيع الدخل والصروة لكن في العموم اصبح بلد غني على مؤشرات تنمية البشرية المختلفة اروجوي فضلت منطقة مفضلة للإستثمار الأجنبية المباشرة وخاصة في قطاع اللوجستيات والصناعة في امريكا اللاتينية بسبب المنطقة الحرة او المناطق الحرة اللي عندها ده يا حضرات اروجوي ده الخبر في سنة 2015 حققت اروجوي معدلات لافتة في النمو الاقتصادي والرفاهية اهو حققت معدلات لصحيفة الرياض السعودية الأروجوي وحى اقتصادية في امريكا الجنوبية رغم انها اصغر دولة في امريكا الجنوبية الا انها تحظى بمكانة تاريخية واقتصادية بارزة وتعتبر من اكتر الدول النموة في قارتها ويرتفع فيها داخل الفرد بالنتج المحلي عن نزرائه في المنطقة مما جعلها تحوز مواقع متقدمة على مستوى المعيشة وتوعية الحياة عالميا تضاهبها الدول الغربية حضارة السادة اللي بيتفرجوا على برنامج مصر النهاردة وسايبين ماتش كرواتيا والارجنتين الموضوع بسيط يا جماعة الموضوع بسيط جدا ومعروف في العالم كله حرية تداول سلمي للسلطة يعني تقدم وازدهار حكم عسكري يعني تخلف وفقر وانهيار لكن الأجمل في درس رجوي دي دي لقى صورة الجنرالات كده ديني صورة الجنرالات الأجمل في الدرس بتاع النهاردة أو في قصة النهاردة دي حضارات هاتوا هنا أيوة الأجمل أن الجنرالات دول بتقرق جوي فيهموا الدرس فيهموا في لحظة كويسة انقلاب 73 فضل لحد 81 يعني عشر سنين بعد عشر سنين اختنعوا انهم خربوها وانه قاني القوان بقى انهم يرجعوا البلد لدورها وانهم يسلموا العيش لخبازه دول أجمل حاجة بقى حصلت انقلاب قعد عشر سنين بالزبط 73 تقريبا تقريبا لـ 83 تقريبا بس دول أدركوا بسرعة ان الاستمرار فيه خرب للبلد بعد ما خربت السؤال بقى اللي بيطرح نفسه هنا بعد ما دول أدركوا انهم خربوا البلد فارجوي ورجعوا يسلموها للقوى المدنية يا تارى بقى أنا الأوان ان الجنرالات اللي عندنا برضو بعد ما وصلوا الدرار لـ 30 جنيه وأكتر والذهب داخل على 2000 الله أعلم وبعد ما الناس وصلت لمرحلة انها مش تلاقيها تاكل عيش حاف والفقر عدى 60% يا تارى هيدرك الجنرالات المصريين دول انهم خربوها وانه أنا الأوان بقى يعملوا زي نظراءهم في الأجواء ويسلموا البلد لناس بتفهم هو ده السؤال متى سيدرك هؤلاء العسكر؟ متى سيتعلم هؤلاء العسكر درس؟ نظراءهم في الأجواء ويسلموا البلد لمدنيين لأن كده كفاية قوي كده كفاية قوي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر